بسم الله الرحمن الرحيم من العاصمة أبوظبي نبدأ نشرتنا حيث استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من المسؤولين والمواطنين والضيوف المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتبدل سموه مع الحضور خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين التهاني والأمنيات بحلول شهر الفضيل دعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفر الصحة والعافية ودوام السعادة وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير والبركات ومزيد من الرخاء والازدهار وحضر المهنئون مأدوبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة حضر اللقاء والمأدوبة سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة واسمو الشيخ انهيان بن زايد الانهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان الانهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق اسمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة واسمو الشيخ حمد بن زايد الانهيان أضو المجلس التنفيذي لإمارة بغضبي واسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولية واسمو الشيخ خالد بن زايد الانهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمام واسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي تنفيذية واسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واسمه شيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان واسمه شيخ زايد بن محمد بن زايد الانهيان ومعالي شيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان رئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف والمواطنين